يبدو أن لا فرق بين صغير وكبير ولا ذي إعاقة وسويين في قموس الحروب فقد استباح السلاح كل شيء في القتال المستمر بين القوات الأوكرانية والمسلحين الموالين لروسيا حتى أرواح الأطفال ومن لم يسلبهم السلاح حياتهم يكابدون شظف العيش فبسببه تضاءلت في مخيلاتهم صور اللعب والمدرسة ودفء الأسرة أرقام جديدة لمنظمة الأمم المتحدة هدقت ناقص الخطر بشأن أوضاع هؤلاء فقد تحدثت تلك الأرقام عن أن مليون وسبعمائة ألف الطفل أوكراني تضرروا من الصراع الدائر في المنطقة وأن الألاف منهم يعيشون في ملاجئ تحت الأرض تفتقر لأبسط أساسيات العيش الكريم أما أسوأ أوجه المأساة كما يقول التقرير فهو أن نحو مائة ألف الطفل في المنطقة طالت الأزمة كيانهم النفسي هؤلاء في حاجة إلى دعم نفسي عاجل حسب التقرير في معظم الحالات يتم إحضار هؤلاء الأطفال إلى هنا من الأماكن التي تعرضت القصر لذلك فهم لم يشاهدوا فقط المنازل المدمرة والأسلحة والقتال من حولهم ولكنهم شاهدوا أيضا الجرح والقتل سواء من المقاتلين والمدنيين وجه آخر للمأساة ذاك الذي تعكسه أرقام المنظمة حول التعليم شرقي أوكرانيا فقد حرم الصراع نحو خمسين ألف طفل من الحصول على التعليم منذ سبتمبر الماضي بعد أن تحولت معظم المدارس إلى مناطق إيوائل للفارين من الحرب خصوصا من يقتنون منهم مدينتي لوهانسك ودونيتسك حيث لا تهدأ وطأة المعارك واقع يسرق فيه الصراع في أوكرانيا كلما تحمله الطفولة من معاني وتقتضيه من واجبات إلى أجل غير مسمى